في هذا الفيديو سوف نريكم ملامح المريض النفسي عن طريق علم الفراسة وهو علم تحليل الشخصيات عن طريق ملامح الوجه شكل الجسم طول وكل ذلك فكما تعرفون الوجه يكون من قسمين يعني هنا الجزء فهذا هو الجزء العملي وهذا هو الجزء العاطفي وكذلك يعني الجزء العاطفي هنا يورد من الأم والجزء العملي هنا يورد من الأب فإذا كان اختلاف بين الآباء في الشخصية فهذا سوف يؤثر على الأبناء إذا كان اختلاف شاسع وتوجد مشاكل وكل ذلك فيؤدي هذا إلى أن يلدوا أولاد بأمراض نفسية كذلك يعني الاختلاف الجسماني قد يولد هذا يعني أن يكون الاختلاف الجسماني بينهم كبير جدا لكن هذا ليس شرطا أن يصبح صاحب يعني الأبوين بهذا الشكل المريض نفسي بل هو يعني إذا كان فيعني كلنا نمتلك وجوه يعني مختلفة في الشكلين يعني إذا قسمت وجهك لنصفين وهنا الوجه العملي بشقيه وهنا الوجه العاطفي بشقيه يعني وشكلت وجه من الوجه العاطفي ووجه من الوجه العملي فسوف تجد اختلاف يعني ربما ثلاث اختلافات اربع اختلافات اختلافات طفيفة غير واضحة يعني هذه الاختلافات فهي طبيعية لكن إذا كانت واضحة جدا فكما ترون هذا الوجه ليس له أي علاقة بهذا الوجه كما ترون هنا ضيق وهنا عريض الجبة هنا مفرغة وهنا غير مفرغة يعني هناك اختلافات كبيرة جدا في الحاجب في كل ذلك فهذا يدل على تقلبات مزاجية حادة يعني هذا الشخص كذلك يمكن أن يكون لديه غادر بسبب أنه يعني لا يتبت في شخصية ربما يكون كذلك لديه انفصام في الشخصية يعني لديه عدة شخصيات فهذا أول ملمح يدل على المرض النفسي يعني يجب أن تكون واضحة جدا وليس فقط قليلا يعني إذا لم تكن واضحة جدا لا يمكنك أن تحكم يعني نرى مثلا هذا الشخص فهو مريض نفسي كما ترون يعني فقط هذا مثال كما ترون هذا الجزء صغير جدا مقارنة بهذا الجزء يعني هذا الجزء عريض والأدنين ليسوا على مسواحد هاتي الأدن بارز على هاتي الأدن يعني هناك اختلافات كبيرة في هذا الوجه حتى العينين والحاجب ربما يكون هناك اختلافات هذا الجزء من الحاجب ضاير هنا غير ضاير فكما ترون من بتشعر هنا ومن بتشعر الآخر هنا يعني هنا من الأب هنا أو يعني هنا من الأب وهنا من الأم كما ترون سوف نريكم يعني الوراة كيف تأتي سوف نذهب مثلا إلى هذا الوجه عفوا هاتي الصورة سوف نريكم صفات يعني هاتي هي الصفات الموروطة من الأب يعني هنا الجزء العملي وهنا الجزء في الجزء العاطفي يعني هنا الجزء العملي وهنا الجزء العاطفي يورت من الأم فكما ترون سوف أصغر لتظهر الكتابة هنا سمات والصفات الموروطة من الأب هنا سمات والصفات الموروطة من الأم يعني هذا الموضوع يعني جربته فهو صحيح لكن في بعض الوجوه أحيانا يعني رجل ويكون قد ورتى مثلا من أبيه يعني هذا الجزء كامل بنفس الشكل يعني هذه فقط ملاحظة مني ربما أكون مخطئ لكن رأيت أحد الأشخاص يعني قد ورث من أبيه هذا الجزء كامل ومن أمه هذا الجزء كامل يعني لا أدري كيف هذا لكن ربما أكون أنا المخطئ أو يوجد هناك موضوع غير واضح هنا فكما قلنا يعني هذا الجزء يعني اليمين هنا واليسار في الجبهة موروط من الأب وهذا الجزء موروط من الأم كما ترون هنا يعني على الاختلافات التي ذكرنا يعني هذا هو الوجه وجه الحياة الشخصية هنا وهنا وجه الحياة العملية هنا كذلك وجه الحياة العملية وهنا وجه الحياة الشخصية يعني يوجد اختلاف كبير فهذا يدل على يعني تقلبات مزاجية حادة ندخل على هذا الشخص مثلا يعني كذلك هذا الشخص كما ترون هذا الجزء هنا يعني يوجد بروز خفيف هنا هنا بروز واضح كذلك كما ترون هنا نعم نسيت هاتي السيمة نوضحها في صورة أخرى يعني هناك عدة سيمات أنا فقط أتذكر وأقول لكم فهاتي السيمة أن يكون يعني لها عدة أشكال سوف أكبرها كما ترون أن يكون الحاجب هنا يعني متقارب أو متصل فهذا كذلك يدل على أن هذا الشخص لديه خصوصية عالية هذا الشخص لديه تفكير متواصل يعني هاتي السيمة إذا جمعت معها سيمات الحساسية التي سوف نذكرها فمصيبة فهذا الشخص معرض للاكتئاب كما قلنا يعني هاتي السيمة كذلك يعني هؤلاء الأشخاص يكون فيهم نوع ما يكونون معقدين قليلا فسوف نريكم هاتي السيمات إذا جمعت يعني هذا الوجه هو الذي كنت سأوضح فيه سيمات التي إذا جمعت يعني فقط ركز معي إذا كانت منطقة الشارب قصيرة وكانت الحواجب مسافة بين الحواجب قريبة وكان الشعر ناعم وكانت حتى العيون متقاربة هنا ليست متقاربة لكن إذا كانت كذلك متقاربة فهذا الشخص غير متسامح كذلك في الأعين غير متسامح ومركز وخصوصا إذا كانت الإجابة هنا ضيقة كذلك مركز في السلبيات وهنا لا يتقبل النقد كذلك هنا حساس للنقد يتم لكلام الآخرين شعر ناعم حساس كذلك إذا كانت البشرة فاتحة كذلك حساس فهذا الشخص يعني سوف يصاب حتى إذا كان الوجه متناسق فبنسبة كبيرة سوف يصاب بمرض نفسي نتيجة للحساسية الزائدة فهو يعني شخص حساس لدرجة مهولة خصوصا إذا تعرض لشخص مسيطر فسوف يجعل مثل هذه الشخصية انطوائية سوف يؤثر على حياتي بشكل كبير جدا فإحذر من هذا الشخص إحذر أن تؤديه وليس بالنقد وكل ذلك لا تنتقده إطلاقا فكما قلنا يعني مسافة قريبة بين الحواجب مسافة بين الأنف والشفة العليا قصيرة وشعر ناعم خصوصا إذا كان أسود يزيد من الحساسية شعر ناعم وإذا كان يعني شعر ناعم بكل أشكاله وإذا كانت الجابة ضيقة فهذا الشخص يركز في السلبية وإذا كانت العيون متقاربة هنا ليست متقاربة كذلك يركز كثيرا في المشاكل وإذا كانت الحواجب متقاربة كذلك هذا الشخص غير متسامح والعيون متقاربة غير متسامح ولديه خصوصية عالية وحساس يعني أبسط موقف يمكن أن يجعله يدخل في يعني أن يصبح انطوائي ويعني حساس للغاية لدرجة مرعبة جدا يعني أنا أعرف شخصيات لديهم فقط المسافة قريبة بين الحواجب ومسافة بين الأنف والفم قصيرة يعني عملت عليها تجارب فم وصيبة يعني في أحد الأشخاص خسرته بأقل كلمات وأنا كنت فقط أجرب يعني أنا أعرف حدود ما أقول فأعرف كيف يعني حدود ما أقول لكن كنت كأنني أجرب فقط فعندما جربت يعني خسرته لكن بعدها كلمت وكل ذلك يعني كنت أحاول أن أستخدم عليه بعض التقنية لأنني دائما أجرب الفراسة عمليا وليس فقط صور وكل ذلك فهذا هو الموضوع كذلك يعني هنا لنرى هذا الشخص مثلا كما ترون هنا يوجد نفخة في الخد هنا وهنا مفرغ فكذلك إذا كان يعني شخص لديه خد مفرغ خد منفوخ وخد مفرغ فهذا الشخص كذلك لديه مرض نفسي يعني قاسي وحنون فهذا سمتين لا يشامعان سوف نريكم يعني الخد الذي أتكلم عنه في هذا الشخص أتيت بصور كثيرة فقط لأجد الملامح التي أبحث عنها يعني كما ترون هنا هذا الجزء من الخد إذا كان يعني هذا لديه الخدين مفرغين لكن إذا كان يعني خد هنا غير مفرغ أو منفوخ وخد هنا مفرغ فهذا الشخص كذلك مريض نفسي بالنسبة للخد إذا كان مفرغ أن هذا الشخص قاسي ومنفوخ هذا الشخص لديه عواطف للآخرين وكل ذلك ومحنة وكل ذلك سوف نريكم كذلك من ملامح المرض النفسي وبصفة عامة أي تناقض في الوجه يعني مثلا شخص لديه حذر مع أنه يفضح الأسرار فهذا الشخص كذلك قد يصاب حذر وحساسية يعني مثلا عيون ضيقة وصغيرة وكذلك ويوجد معها فم كبير فهذا قد يسبب كذلك نوع من يعني هذه السمتين لا تؤثر لوحدها لكن إذا جمعت عدة تناقضات فكذلك قد يؤدي إلى أمراض نفسية كما ترون كذلك الأذن يعني التي كما ترون إطارها غير سوي كذلك هذا الشخص من الممكن أن يكون لديه يعني هو لديه مشاكل في الصغر تؤثر على قراراته في الكبرات أو الموضوع توجد فيها اختلافات واضحة سوف نرى صورة أخرى هذا المجرم مثلا يعني هنا الحاجب هنا مرتفع وهنا قريب جدا يعني كذلك هذا الجزء في الغالب مختلف عن هذا الجزء يوجد هنا تفرق في الشعر يعني ياتي الحالة لا أدري كيف يعني كذلك هذا الشخص يعني مريض نفسي هناك ملمح كذلك في وجهه يدل على السادية من خط الشعر فكذلك هذا الشخص يعني هذا مجرم وليس فقط مريض نفسي لنرى هذا الشخص هؤلاء مجرمون وكذلك مرضى نفسيين كما ترون هنا حاجب كتيف وعريض وهنا يعني أنحف وهاتي العين ضيقة هنا واسعة يعني هذه السمات عندما تكتر وليس فقط سمة واحدة هذا الجزء كبير جدا وهذا الجزء صغير يعني هناك اختلافات شاسعة كما قلنا يعني هذا الشخص واضح هذا الشخص أصلا بعدهم للأخلاق فلدي عدة سمات تدعم انعدام الأخلاق كما ترون هنا الأدان بارزة جدا والفم مجموعة في هذا الجزء ويعني منفوق فيدل كذلك على انعدام الأخلاق وهنا يعني حتى فتحتين الأمث مختلفة يعني كما قلت لكم أن تكون عندك اختلافات في الوجه هذا لدينا كلنا ربما كل شخص فينا لديه على الأقل ثلاثة أربع اختلافات في الوجه فلا أقصد تناسق التام يعني ربما واحد من عشرة آلاف يعني في دراسة واحد من عشرة آلاف لديهم تناسق في ملامح الوجه بالنسبة هنا يعني هذا فقط توضيح من صورة يعني مثلا هذا الشخص الذي حاجب بزاوية وهذا الحاجب مدور نسبيا فهذا يتفاهم مشاعر الآخرين وهذا يعني يفضل السيطرة على ما حوله فهنا اختلافات في الحواجب يعني كذلك هذه الاختلافات تؤثر لكن مثل هذه السما لوحدها لا تعني أن هذا الشخص مريض نفسي فهذه الكلمة يعني هو لأوضح لكم شيء مهم جدا البعض يظن يعني أن المرض النفسي يعني شيء كبير جدا وكذلك أنه شيء نادر وشيء يعني هو لأخبركم لا يوجد أي شخص تقريبا في العالم ليست لديه أمراض نفسية لكن بحدة وكل ذلك فهذا هو الموضوع وليس لا توجد يعني ليس واحد من عشرة وكل ذلك بل كل واحد فينا لديه أمراض نفسية وسواس قهري كل تلك فتوجد لدينا فعني أن يكون هناك كما قلنا اختلاف واضح أن يكون يعني سما مؤترة جدا فهذا هو الذي يدل على المرض النفسي وليس فقط يعني اختلاف طفيف فكلنا يعني نعاني من بعض الطرابات وكل ذلك لا يوجد شخص يخلو من يعني أمراض نفسية فيؤدن أدان المغرب نراكم في فيديو لاحق أتمنى يعني أن تكون هذه المعلومات مفيدة لكم نراكم في فيديو لاحق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته